اشتركوا في القناة هذا هو بالفعل حرف اللام حرف لام انظر الى هذه الصورة هذه الصورة صورة حسنتم ليمون ليمون يبدأ بحرف اللام كلمة ليمون يبدأ بحرف اللام هذا هو شكل حرف اللام اذا حرف اللام اذا نظرنا الى هذا الحرف له اربعة اشكال هذا لام وهذا لام وهذا لام وهذا لام ولكن يا استاذ ما الفرق بين هذا وهذا 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 حرف اللام هذا هنا في بداية الكلمة وهذا الحرف في وسط الكلمة وهذا في نهاية الكلمة متصل وهذا في نهاية الكلمة منفصل وسوف نقوم بشرح كل حرف على كل شكل على حدة ان شاء الله عندما نتعرض لشرح حرف اللام بالتفصيل والان حرف اللام نسمي هذا الحرف قلنا انه حرف اللام نلونه هيا نلون حرف اللام ولا نخرج خارج اطار حرف اللام اللام حرف اللام نذهب اطار حرف اللام نذهب الى انشار الثاني وإلى هذه الأسرة فنقرأ هذا المكتوب أسفل 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 هيا بنا جلست الأسرة حول المائدة فسأل الأب لماذا تأخر ياسر قالت نورته هو يغسل يدي قال الأب غسل يدي ضروري قبل الأكل وبعده مرة أخرى جلست الأسرة حول المائدة فسأل الأب لماذا تأخر ياسر قالت نورة هو يغسل يدي قال الأب غسل يدي ضروري قبل الأكل وبعده لابد يا بني أن تردد هذا النص وتقرأه قراءة قراءة صحيحة جلست الأسرة حول المائدة فسأل الأب لماذا تأخر ياسر السؤال يا أبنائي لماذا تأخر ياسر نعم لأنه كان يغسل يدي كان ياسر يغسل يدي ماذا قال الأب لأبنائه قال أن غسل اليدي ضروري قبل الأكل وبعده لابد يا أبنائي أن نغسل اليدي قبل الأكل وبعد الأكل لماذا حتى تكون اليد نظيفة وبعيدة عن الجراثيم والميكروبات والبكتيريا التي تضر بصحتنا فالآن نقوم بقراءة الكلمات أقرأ لماذا لماذا جلست 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 يغسل يغسل الأكل الأكل قبل قبل إذن إذا نظرنا إلى هذه الكلمات نرى الحرف المكتوب باللون الأحمر حرف اللام بأشكاله بأشكاله الأربعة لي في بداية الكلمة اللا هنا الشكل هذا في وسط الكلمة لي آخر الكلمة متصل مع السي اللام هنا في نهاية الكلمة متصل وهنا في نهاية الكلمة متصل أي يمسك في الحرف الذي قبل مرة أخرى نقرأ الكلمات لماذا جلست يغسل الأكل قبل نشاط أربعة أقرأ الكلمات ثم أجرد الحرف نقرأ الكلمات ثم نجرد الحرف أيها نقرأ هذه الكلمة لماذا لي لماذا لي جلست جلست لا لا يغسل ل يغسل ل ونظر إلى حرف اللام بأشكال المختلفة ونظر إلى الحركات التي تكلمنا عنها في الحصة السابقة في الحصة السابقة الكسرة وهذه حركة الفتحة وهذه حركة الضم الكسرة أسفل الحرف والفتحة والضم تأتي فوق الحرف نشاط خمسة أميز بين الصوت القصير والصوت الطويل المد الصوت القصير يا أبناء هنا قصير لعدم وجود المد الصوت قصير منطقه بسرعة لا يتعد الثانية لا لو لي لا لو لي وهنا الصوت المجموعة الثانية الصوت الطويل يأتي مع حرف حروف المد وقلنا أن حروف المد ثلاثة وهي ألف مد وهو المد ويا المد وحروف المد لا يأتي معها أي حركات ولا فتحة ولا ضمة ولا كسرة هنا حروف الماء الألف والو واليا هي منطق لا للإقدار حركة لا لو لي لا لو لي الفتح يأتي بألف والضم يأتي بوال المد والكسر أتابياء المد الآن نذهب إلى نشاط ستة واحد الحرف وأكتبه قلنا عندما تكتب الحرف أنظر إلى طريقة كتابة الحرف طريقة صحيحة ألتزم الحرف متى يكون على السطر ومتى ينزل أسفل السطر نراعي الأسهم يا أبنائي أنزل بالسح ثم اتجه ناحية اليسار هذا هو حرف الزام في بداية التن هيا أكتبه بخط جميل أكتب حرف اللام في بداية الكلمة ثم نكتبه في وسط الكلمة ثم نكتبه في نهاية الكلمة منتصل وحرف اللام في نهاية الكلمة منفصل ونشاهد أمامنا أن حرف اللام في نهاية الكلمة متصلا ومنفصلا ينزل أسفل السطر نشاط سبعة وحاكي باستخدام الضميري هو وهي هو وهي الولد نقول له هو يغسي يدي هو يغسي يدي نرى ماذا نقول لها نقول هو أم نقول هو أحسنتم نقول هي هي تغسل يديها البنت نقول لا هي تغسل يديها الولد هو والبنت هي انظر إلى الصورة التي أمامك نقول هو أم هي نعم نقول هي تشرب الماء أم هذا الرجل ماذا نقول له نقول الأ هو يقرأ الصحف ماذا نقول هو أم هي لهذا الولد نقول ليسر هو يلعب هو يلعب إنجازاتي أرسم دائرة حول الحرف لام ثم أكتبه هيا بنا نرسم دائرة حول الحرف لام ونكتبه أسفل الكلمة هذا هو الحرف لام نضع دائرة حول الحرف لام ونكتب هنا هيا بنا نتدرب على قراءة الكلمات البسيطة التي أمامك الحرف الأول جمل 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 ننتهي بحرف لام في نهاية الكلمة كلمة الثانية ليمون 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 اللا في بداية الكلمة بعد إرى عليها ثم أكتبها اللا مع الكس درسناه سابقا لي مل 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 اللام هنا في وسط الكلمة وهذه يا أبناء نقول علي سكون إذن اللام حرف ساكن أي علي سكون هذه الدائرة الصغيرة نسميها سكون جبال جبال أبناء لحرف اللام في نهاية الكلمة ليم؟ واحدوا الصغيرة وأكتبوا الخرفة الأول من اسمها ما اسمها الثمرة الثمرة نعم إنها ثمار موز نعم إنها موز ما هذا؟ لحم نعم حرف اللام هذا باب باب إذن يبدأ بحرف الباب إذن درسنا حرف المي واللام والباب ثلاثة أقرأ الكلمات الأهدية هيا بنا نقرأ الكلمات كما قرأناها سابقا لماذا لماذا كلمة الثانية جلست جلست يرسل يرسل الأكل الأكل قبل قبل حول حول والآن نقوم بكتابة ما يعمل عليه من أشكال حرف اللام بالحركات القصيرة والأصوات الطويلة وبعض الكلمات على حرف اللام وهذا سنقوم بإملائه بمشيات إلا دفتر الإملاء المتضرب عليه بدفتر الإملاء ثم نمنه بالمدرسة في كتاب الطالب إذا رأي أنظر إلى الصورة ونقرأ النص لعبة لولو لعبة لولو عند لولو لعبة جميلة سمتها ليلة لها شعر طويل وحذاء أبيض ألبستها لولو ثوبا أصفر كلون الليمون وعقدا لامعا مرة مرة أخرى لعبة لولو عند لولو لعبة جميلة سمتها ليلة لها شعر طويل وحذاء أبيض ألبستها لولو ثوبا أصفر كلون الليمون وعقدا لامعا إذن هناك مجموعة كلمات بدأت بالحرف الذي درسنا وهو حرف اللام مثل كلمة لولو نعم أحسنتم لعبة ليلة لها لامعا 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 إذا ما قمت بتوجيه بعض الأسئلة من طلاب الأعزاء وقلت لكم ما اسم اللعبة التي تمتلكها لولو نعم سمتها أحسنتم ليلة هيا بنا نصف لعبة نصف لعبة لولو لها شعر طويل وحذاء أبيض ما لونس الثوب الذي ترتديه اللعبة نعم أصفر كلون الليمون إذن إلى أبنائي إذا ما نظرنا إلى هذا النص نشاهد حرف اللام مكتوب اللون الأحمر بأشكالهم مختلفة وبالحركات هنا ل هنا صوت طويل ل ل هنا ل ل هنا لعب لا 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 لن هذا نقول عليه تنوين الضم تنوين ضم لن لن وسوف نتعرف على أنواع التنوين بمشيئة الله في الدروس القادمة وإلى هنا انتهينا من شرح حرف اللام دمتم بحفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لن لن